السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن موضوعات مهمة جدا في محاسبة الضرائب وبدأنا اول حاجة بضريبة المرتبات ثم ضريبة النشاط التجاري والصناعي والنهاردة ان شاء الله معتكم مع الموضوع الثالث وهو موضوع ضريبة المهن الحرة قبل ما نبدأ على موضوع المهن الحرة حبيت راجع معاكم بس جزء بسيط من الحاجات او الاجزاء اللي خدناها الحلقة اللي فاتت احنا بدأنا اول حاجة بضريبة المرتبات وقلنا فيه ست موضوعات في محاسبة الضرائب الموضوع الاول ضريبة المرتبات ثم ضريبة النشاط التجاري والصناعي ثم ضريبة المهن الحرة او المهن غير التجارية وبعد كده فيه الضريبة العقارية وفيه جزء تاني من المنهج اللي هو ضريبة الاشخاص الاعتبارية واخيرا ضريبة القيمة المضافة وقلنا ان الضريبة دي مبلغ نقدي او اجباري يدفعه الفرد الى الدولة وشرحنا بقى قبل كده الجزء النظري عن موضوع الضريبة وخصائصها ودخلنا على المرتبات وبعد كده شرحنا ضريبة النشاط التجاري والصناعي النهاردة ان شاء الله هنبدأ موضوع جديد من موضوعات محاسبة الضرائب تعالوا معايا كده نشوف اول حاجة في موضوع محاسبة الضرائب او الموضوع التالت اسف اللي هو موضوع ضريبة المهن الحر اول حاجة معاكم محاسبة الضرائب ان شاء الله هنبدأ بموضوع جديد اللي هو ايه بقى الضريبة على ارادات المهن غير التجارية المهن الحر طيب ايه معنى او المقصود بالمهن الحر وايه الضرائب اللي بتتحسب فيها موضوع المهن الحر دي المهن الحر تلك المهن التي تتعلق بخدمات يؤديها الشخص بعمله للغير وبصفة مستقلة ويحتاج مباشرتها الى كفاءة علمية خاصة كالمحاسب والطبيب والمهندس نركزوا معايا كده محاسب طبيب مهندس طيب عايز اشرح المقصود بكلمة المهن الحرة هو مقصود من المهن الحرة او المهن غير التجارية من الاسم باين ان المهنة تكون غير متعلقة يعني ما كنت شغال تحت اشراف وتوجيه شخص معين بتكون حاجة مهنة اضافية انا شغالها طيب لو جينا قلنا المحاسب ممكن يكون المحاسب شغال في مكان تاني الصبح في شركة بعد كده بيفتح مكتب محاسبة بيزاول في نشاط اضافي بيبتسمها مهنة حرة الطبيب في الصباح بيكون شغال في مستشفى بعد كده في الفترة مسائية بيكون فاتح عيادة برضو لنشاط وبنحسب عليه ضريبة على الإرادات او المصرفات النفقات اللي بيدفعها بنترح للتنين مع بعض يديه نصافي بتاعنا بتاع الطبيب او المهندس او المحاسب ونبدأ نحسب عليها الضريبة تالت حاجة المهندس اللي هو طبعا كلنا عارفين ان المهندس ممكن يكون شغال برضو في شركة شركة مؤولات اي شركة تانية بعد كده بيكون فاتح مكتب للهندس يبقى انا عايز اركز معكم تاني تلك المهن التي تتعلق بخدمات يؤديها الشخص بعملي للغير وبالصفة مستقلة ويحتاج مباشرتها الى كفاءة علمية قلنا ايه هم بقى المهن اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة محاسب وطبيب ومهندس محاسب وطبيب ومهندس طيب شروط خضوع ارادات المهن غير التجارية للضريبة امتى تغضع المهن غير التجارية للضريبة فيه تلات اسباب لازم نكون عارفينهم عشان تغضع ارادات المهن الحرة الى الضريبة واحد مزولة المهنة بصفة مستقلة وفي مصر او خارجها يعني انت تكون شغال المهنة دي بحاجة مستقلة غير شغلك الاساسي سواء كنت موظف حكومي او قطاع خاص شغلي ده يكون منفصل عن عملك الاساسي اللي هو الوظيفة الاساسية بتاعتك يعني انا قلت من شوية الدكتور صبح شغال في مستشفى بعد الظهر او مساء بيكون فاتح عياد اتنين قيام المهنة طبعا مهم جدا مزولة المهنة بصفة مستقلة في مصر او خارجها سواء المهنة دي تمت جوة مصر او خارج مصر قيام المهنة على عنصر العمل لازم تكون المهنة دي مرتبط ترطبات اساسي بعمل يكون ايه انا بقى ادي عمل في المكان او في تابع المهنة اللي انا ايه بقوم بيها احتراف المهنة او النشاط يكون عندي احتراف للمهنة او الايه او النشاط بتاعه بعد كده في التكاليف والمصرفات واجبة الخصم ده جزء نظري ايه التكاليف والمصرفات لواجبة الخصم في المهنة الحرة ايجار اجور ومرتبات مصرفات عمومية مصرفات سفر مصرفات مشتركة مثل التليفون والسيارة ويخسم سلسي هذه المصرفات ويعتمد السلس الاخر الجزء التاني ده هنشرحه بالتفصيل في التمرين عشان تركزه معي طيب تالت حاجة التبرعات والاعنات زي تبرعات الحكومة تبرعات الجمعية خيرية مشاهرة تبرعات لفقراء الحي احنا دلوقتي خدنا الجزء المهم الاول اللي هو الجزء النظري بتعريف ضريبة المهن الحرة والتي يطلق عليها اسم المهن غير التجارية هنبدأ دلوقتي باول تمرين احنا قلنا من شوية ان احنا عندنا تلات وظائف هندرسهم ايه هما اول وظيفة قلنا محاسب ثم مهندس ثم طبيب او ايا كان ترتيبهم احنا ان شاء الله في الامتحان بيجي لنا حاجة من ايه من المهن التلاتة يعني ممكن نجيلي تمرين فيه طبيب تمرين فيه محاسب تمرين فيه مهندس ايا كان ايه هو اللي جايلي هنحاول دلوقتي نتعرف نحل تمرين ضريبة المهن الحرة ازاي تعالوا معنا نشوف التمرين كده التمرين الاول طبعا بيقول لي ايه فيما يلي بيانات خاصة بمكتب محاسبة مكتب محاسبة من البديه كده نفهم ان ده الوظيفة بتاعته محاسب يملكه حسام محمد عن عام 2020 وانتوا زي ما انتوا شايفين كده في التمرين ينقسم التمرين الى ارادات ونفقات اي مكتب او اي عيادة او اي نشاط من اللي انا قلته التلاتة دول طبيب او مهندس او محاسب بيكون لي ارادات وبيكون لي نفقات يعني انا لو لو عندي مثلا محاسب اكيد بيحصل على ارادات من نشاط عمله وفي نفس الوقت في بعض النفقات بيصرفها فطبعا دي هنحاول نقرأ كل حاجة دلوقتي يركزوا معي على التمرين على الارقام والاسماء الموجودة او العناصر الموجودة معي اول حاجة الارضاب بتاع المحاسب ده عبارة عن ايه اتعاب حضور جلسات نيابة عن عملائه ارباح بيع اجهزة كمبيوتر مستهلكة اتعاب محاسبة ومراجعة اتعاب تقديم اقرارات ضريبية نيابة عن عملائه ارباح بيع اساس مستهلك عمولة عن توصته الاحد لعملاء في بيع امارة ارباح بيع قطعة ارض يملكها اتعاب تصميم نظم محاسبية لاحد لعملاء ثم النفقات المصرفات بتاعته يبقى الايرادات ده دخل ايه دخل المحاسب او مكتب المحاسبة اللي انا بشرحه دلوقتي اما النفقات عبارة عن اشتراك نقابة التجاريين منها الفين ونص اشتراك نادي رياضي استهلاك اصول سابتة ومكافئات المساعدين بالمكتب ومصرفات عمامية وقدارية وتبرعات لجمعيات خيرية معترف فيها ومشاهرة ركزوا معايا انا عايز احسب كل الارادات الخضعة لنشاط المكتب يعني كل ما له صلة بعملية ارادات مكتب المحاسبة واشوف المصرفات اللي هي متعلقة بالنشاط يبقى احنا دلوقتي يا جماعة تاني قبل ما ابدأ بحل التمرين لازم تركزوا في كل البيانات اللي انا كاتبها دي دلوقتي عايز اعرف ايه هي الارادات التي تغضع للضريبة والارادات التي لا تغضع للضريبة ايه هي النفقات التي تغضع للضريبة والتي لا تغضع الى الضريبة نكامل التمرين بيقول لي ايه فاذا علمت ان اتعاب المحاسبة والمراجعة تشمل 20 الف جنيه اتعاب مستحقة من العام الماضي اتعاب المحاسبة والمراجعة ودي برضو اشرحها بتفصيل في جزء مهم جدا الممول اتنين الممول مؤمن على حياته لمصلحة زوجته واولاده القصر بواقع قصة شهر 300 جنيه والمكافأة الشهرية للمساعدين ألف ونص واجر المكتب الشهر 700 جنيه اتعاب المحاسبة والمراجعة تشمل 15 الف جنيه المطلوب مننا اول حاجة تحديد وعاء الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعين للممول حسام محمد حساب الضريبة المستحقة على الممول علما بأن الممول يمسك دفاتر منتظمة يعني دفاتر منتظمة هيحسب عليه الضريبة طبقا للشرائح طيب تعالوا بقى نشوف الحل وتركزوا معايا اول حاجة اجابة الجدول بنعمل جدول كده طبعا عشان خطر الشريحة اللي انا بشرح عليها هو الجدول بتعمل في صفحة واحدة احنا قسمينه على جزئين وتركزوا معايا شوية الارادات تنقسم الى ارادات مهن حرة وارادات تصرف في اي اصول مهنية يعني ايه بقى يا مستر ارادات مهن حرة وارادات اصول ايه او اصول التصرف في اي اصول مهنية طيب انا عايز اقول حاجة فيه تمرين بيتحل برضو بالنفس الطريقة بطريقة تانية فيه انا حطت كده شرطة قدام العناصر اللي هي مش هتحسب عليها ضريبة فيه بعض الطلبة وفيه بعض الاسات زي الزملاء بيحلوا بان احنا ما بنكتبهمش في التمرين الطريقة دي صحيحة والطريقة اللي انا بشرح بها برضو ان شاء الله صحيحة فتركزوا معايا كده شوية ارادات المهن الحرة كل الاتعاب الخاصة بنشاط مكتب المحاسبة والتي تتعلق بعمله ارادات التصرف اللي هي الممتلكات اللي موجودة في المكتب وانا مثلا باعتها جابت لي ارباح حاجة موجودة عندي زيادة باعتها زي ايه ارباح باجهزة كمبيوتر عندي اجهزة كمبيوتر في المكتب وبيعتها او ارباح بيع اساس مستهلك نبدأ مع بعض في التمرين هرجع بكم للشريحة السابقة تمام ونبدأ نبص شايفين الارادات وشايفين النفقات معنا الارادات موجودة دلوقتي عندك اهو ارادات عبارة عن اتعاب ناخد الاول الارادات الارادات بتاعتنا هناخدها وبعد الارادات هنشوفها يتحط في الجدول ازاي ارادات الميان الحرة اتعاب حضور جلسات نيابة عن عملائه ده مكتب محاسبة تمام وممكن يروح بالنيابة عن بعض العملاء يبدأ يحضر عنهم اي بعض الانشطة بعض الحاجات الخاصة بمكتب المحاسبة في مراجعة في مثلا شركة بيعمل لها حسابات ختمية فهو ممكن يحضر نيابة عن عملائه في النشاط الخاص بمكتب المحاسبة يبقى اتعاب حضور جلسات نيابة عن عملائه حطينا رقم بتاعه اللي هو 8000 في التمرين جاهزوا الورق والألم معايا وركزوا على الموضوع اللي انا بقول عليه دلوقتي عشان الارقام والسؤال ده مهم جدا اتعاب محاسبة ومراجعة طبعا ده مكتب محاسبة من الانشطة الاساسية بتاعته اللي هي المحاسبة والمراجعة بيعمل مراجعات لبعظم الشركات او بيعمل مراجعة عنده في المكتب فدي بيجيب له ارادات او نشاط 120 ألف بنحط لها الرقم بتاعه عمولة عن توصوته لأحد عملائه طبعا قبلها اتعاب تقديم اقرارات ضريبية نيابة عن عملائه بيقدم اقرار ضريبية لمصلحة الضرائب بالنيابة عن العملاء طبعا بيتحط رقم بتاعه اللي هو 50 ألف احنا دلوقتي نركز تاني راح نلحظين كلمة اتعاب 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 حضور جلاسات نيابة عن عملائه اتعاب محاسبة ومراجعة اتعاب تقديم اقرارات ضريبية دول اتحط لهم رقم اما عمولة عن توصوته لأحد عملائه بيعمارة ما حط يطلعهاش رقم تبليه هو مش سمسار يعني هو مالوش علاقة بانه هو يتوسط لأحد عملائه يبيع العمارة لانه مش من نشاط مكتب المحاسبة انه هو عملية السمسارة دي مش مش خاصة بينا اما ارباح بيع قطعة ارض يملكها برضو ما حط تطلعهاش رقم طب ليه عندي قطعة ارض صاحب المكتب ده حسان محمد عنده قطعة ارض يملكها باعها طيب ايه علاقة المكتب بتاع المحاسبة بيبيع قطعة الارض دي مالهاش علاقة خامس حاجة او سادس حاجة اتعاب تصميم نظم محاسبية لأحد العملاء حطنا لها الرقم هنجمع الاراضات الخضعة للضريبة اللي هي اراضات المهن الحرة طلع المجموع بتاعها هنجمع 8000 120,000 50,000 10,000 بـ 188,000 تعالوا بقى من ضمن الاراضات الموجودة في التمرين ارباح بيع اجهزة كمبيوتر مستهلكة وارباح بيع اساس مستهلك 4000 و3000 على التوالي ايه اسمها اراضات التصرف في اصول معينة يعني انا عندي اراضات في التصرف في اصول معينة حاجات موجودة عندي في المكتب فهي ماركونة مش هستخدمها فهي بقى بيعها فبتجيب لأرباح او اراض ودي من ضمن الاراضات لك تخضع للايه للضريبة 7,000 جنيه مجمعها هجمع 188,000 زائد 7,000 اداني اجمال للاراضات 195,000 وقبل ما ادخل على الجزء التاني اللي هو الجزء بتاع الخاص بعملية الاراضات او التمرين اللي انا بشرحه دلوقتي لازم تركز انا قلت من شوية ان انت بتعمل التمرين كله في صفحة واحدة يعني انا اما جزأت التمرين عشان تفهم الخط يكون واضح قدامك لكن وانت بتحل التمرين رجاء زي ما قلت في الحلقات السابقة لازم تتمرن باديك وتكتب وتحل التمرين كتير كتاب المدرسة عندك فيه تمرين كتير واحنا هنا في قناة مصر التعليمية بين ساعتكم وبنقف معكم وبنتملكم ان شاء الله ان انتوا تكونوا في احسن الاماكن وبتكونوا ان شاء الله نواة المستقبل لمصرنا الحبيبة فلازم تركزوا وانت بتحل التمرين قلت انا مجزأه على جزئين خلصت الاراضات وعايز ابدأ معكم دلوقتي في المصرفات عشان اكمل معكم التمرين تاني طيب احنا خلصنا دلوقتي الاراضات هنبدأ بعد كده في الجزء التاني تابع الحل اللي هو ايه طبعا الجدول التاني خدت الرقم الرقم الاولان زي ما احنا متعودين في الحلقات السابقة باخد الرقم الاخير عشان يبقى قدامي التمرين ايه سهل ايه بقى المصرفات اللي انت صرفتها او ما يطلق عليها النفقات عندك اشتراك نادي نقابة التجاريين وفي معاه اشتراك نادي الرياضي بصوا بقى ركزوا معاه كده الاشتراكات نقابة التجاريين ستلاف ونص منها اشتراك نادي الرياضي الفين ونص طيب يعني احنا كده بالعقل نفكر شوية التمرين ده تركيز وتفكير هتحل وانت مستراح جدا يعني انا عايز اقولك انت لو فكرت في كل عنصر من العناصر اللي مكتوبة هتعرف ده تبع نشاط المكتب المحاسبة ولا مش تبع نشاطه يعني انا قلت دلوقتي اشتراك نادي الرياضي ستلاف وخمسمائة في منها اشتراك نادي الرياضي الفين وخمسمائة فالباقي هيبقى اربع تلاف اما اشتراك نادي الرياضي غير مرتبط بنشاط المكتب يعني انا دلوقتي خدت من فلوس المكتب رحت دفعت اشتراك نادي الرياضي انا مشترك فيه اعلقت المكتب بالنادي الرياضي اللي انا موجود فيه ما فيش علاقة يبقى لا يرتبط بنشاط او النفقات على المكتب باجي قدام ما حطها شرط قلت تاني في بعض الزملاء أو بعض كتاب المدرسة برضو عاملها بالطريقتين إن أنا أشتراك ناد الرياضي ده ممكن ما كتبوش خالص يبقى أنت إما تحله وتيجي تكتب قدامه شرطة أو تروح إيه مش كتبه خالص معك في التمرين استهلاك أصول سابتة من المصروفات الخاصة بنشاط المكتب مكافئات المساعدين بالمكتب 26 ألف جنيه مصروفات عمومية وإدارية طلعة ب22 ألف جنيه هجمع المصروفات تلعي الناتج كله كان معايا 6 أو 63 ألف جنيه طيب هنبدأ بعد كده نطرح 195 ألف ناقص 63 ألف هيبقى الناتج عندي 132 ألف في التمرين قابلنا كلمة اسمها تبرعات لجمعية خيرية مصرية مشهرة عايز أبدأ بموضوع التبرعات ده تركزوا معايا سواني في موضوع التبرعات التبرعات بتكون لتلت جهات تركزوا قوي بتيجي في أسئلة تانية هنشرحها إن شاء الله لاحقا في حلقات تانية التبرعات بتكون لتلت جهات أولا تبرعات مدفوعة للحكومة ودي لو جات في التمرين بتاع النشاط اللي احنا بنشرحه دلوقتي أو ضريبة المهن الحرة بنحط رقمها لأن معترف بالتبرعات للحكومة أي أن كان المبلغ يعني أنا دلوقتي مكتب محاسبة اتبرع لسندوق تحيا مصر أو للحكومة بمبلغ وقدره أو مستشفى الأسر العيني أو أي حاجة خضع للحكومة بمبلغ وقدره خمسين ألف هجي حط رقم بتاعها اللي هو خمسين ألف أما التبرعات لجمعية خيرية مصرية مشاهرة لازم تكون الجمعية خيرية مصرية مشاهرة داخل مصر مش خارج مصر يعني إيه داخل مصر مش خارج يعني ماينفعش جمعية خيرية مشاهرة في بلد تانية ماينفعش لازم تكون تبرعات لجمعية خيرية مصرية مشاهرة احنا بمنتحطهاش في التبرين في الجدول في الأول في النفقات بس بعد كده بنعمل لها معالجة وهشرحها معكم دلوقتي آخر التبرعات تبرعات لفقراء الحي ودي تهمل إذا كانت فقراء الحي إذا كانت المساكين إذا كانت تبرعات لأطفال غزة إذا كانت تبرعات مثلا لحزب سياسي كل ده مالوش علاقة بالمكتب بتاعنا ومشا نحط له رقم يبقى نركز قلت تاني التبرعات بكل كم جهة؟ تبرعات لجهة حكومية تبرعات لجمعية خيارية مصرية مشاهرة والتبرعات التالتة بتكون تبرعات لفقراء الحي أو مساكين الحي أو تبرعات لحزب سياسي أو خلافه نكامل تاني مع بعض التمرين تخصم تبرعات لجمعية خيارية مصرية مشاهرة في حدود 10% طيب معايا كده هتركزوا على تبرعات لجمعية خيارية مصرية مشاهرة في حدود 10% طيب صافي الإراد الرقم اللي طالع ده اللي هو عندي 132 ألف شايفينه 132 ألف دول؟ الـ 132 ألف دول بيتضربوا في 10% بيتضربوا في كام؟ في 10% الداني 13200 وهو متبرع فوق لجمعية خيارية مشاهرة في 8000 باخد أيهما أقل طبعا الأقل 13200 ولا 8000 طبعا هي بينا كده عندنا 8000 أطرح تاني هيديني 124 ألف قسط أو أقصات التأمين على الحياة بتكون لصالح زوجة الممول وأولاده القصر أي أولاده الصغر ما يكونوش يكملوا إيه سن الرجد أو أقبلوغ السن اللي هو القانونية طيب هو راجل ما أمن على حياته لصالح زوجته وأولاده القصر بواقع 300 جنيه شهريا فـ 312 بـ 3600 تعالوا ركزوا معا في النقطة دي النقطتين دول تخصم بعد كلمة سوا في الإرادة قبل خصم التبرعات بقى عمل التبرعات قلت من شوية تبرعات لجمعية عشان النقطة دي بتوقفوا فيها كتير تبرعات لجمعية خيارية مصرية مشاهرة في حدود 10% سوا في الإرادة رقم قلت الأخير اللي احنا جبناه نضربه في نسبة سابتة 10% تدينا 13200 أو 8000 أيهما أقل ثم يخصم أقصات التأمين على حياة الممول 300 جنيه في الشهر في 12 شهر هتديني 3600 قال لنا إيه بقى المشرع؟ قال لنا ما ينفعش تأمن على حياتك أو حياة أولادك وزوجتك بأكثر من 3000 جنيه طبعا هو الراجل بيدفع 300 جنيه في شهر في السنة كاملة اللي هم 12 شهر بـ 3600 وإنت ما ينفعش تأمن على نفسك أكثر من 3000 فباخد الأقل طبعا كام؟ 3000 إداني 121 ألف وبطرح منه رقم سابت اسمه إعفاء الحد الأدنى للمعيشة 8000 جنيه هيدينينا في الآخر اللي هو وعاق الضريبة بتاعي 113 ألف كده المطلوب الأولاني خلص ندخل على المطلوب الثاني اللي هو بيطلب مني حاجة اسمها حساب الضريبة المستحق احنا قلنا هنقسم المبلغ بتاعنا إلى شرائح طيب المبلغ اللي طلعه تشايفين عند كلمة الباقي 113 وده آخر رقم طلع في الجدول اللي هو وعاق الضريبة ناخد منهم من 113 ركزوا عشان تحسبوها بسهولة لأن الجزء ده بيقف معكم كتير هناخد من 113 22000 نضربها في عشرة في المية بتدينا رقم سابت 2200 وبعد كده ناخد منهم تاني 15000 في 15 على 100 هيدينينا 2250 طيب الرقم ده بقى كله كام؟ 113 شيل منه مجموعة لل22000 وال15000 اللي هو 37 اتبقى لي 35400 هنضربها في عشرة على المية تدينا كام؟ 22600 يبقى الضريبة 27500 طيب ملاحظات على الحل لازم أقولها وإحنا بنحل التمرين بتاعنا ملاحظات على الحل بتاعنا بص الملاحظات دي مهمة ودي يعني لتحاول تقراها عشان تعرف الأرقام اللي موجودة جات لك في التمرين إزاي في بعض الملاحظات قال لك عموله عن توصوته ببيع عمارة 6000 جنيه لا توضع ضمن الإرادات الخضعة للضريبة لأنها إرادات غير متعلقة بالمهنة إرادات عرضية يعني ما لناش دعوا بيها يعني ده إرادات جايله خارج نشاط إيه؟ خارج نشاط الشركة أو المكتب بتاعنا أرباح بيع منزل يملكه لا تقضع للضريبة لأنها غير مرتبطة بنشاط المكتب ومكافئات المساعدين تقضع للضريبة على أساس النقد ولا تؤثر على المحسوب شهرين يعني أنتوا كده لحظوا كده معايا هرجع تاني معاكم على التمرين على الملاحظات وبعد كده أرجع لكم للنقطة دي شوف قال لي إيه كده معايا قال لي إيه أتعاب محاسبة ومراجعة عشرين ألف مستحقة عن العام الماضي مناش دعوا بالعام الماضي إحنا بنحصل تحصيل نقدي بما يخص السنة الممون دي شرحناها المكافئة الشهري المساعدين ألف وخمسمائة وأجر المكتب الشهري سبعمائة إحنا بنشوف بالمحصل فعلاً اللي انت حصلته معاك من الإرادات بتاع نشاط الشركة وده هو اللي إيه هو اللي يهمنا مش يهمنا دلوقتي موضوع شهري أو مش شهري يبقى مكافئة المساعدين تخضع للضريبة على الأساس النقدي ولا يؤثر عليها المحسوب شهرين ما بنحسبش بالشهر يعني هو قال لي مثلاً سبعمائة جنيه في الشهر مضربهاش في اتناشر أشوف هي المرتبات بكام أو المكافئات وأخذ رقامها زي ما هي المحصل نقدي خلال السنة ولا انت كاتبه في الإيه في الإرادات بتاعتك إيجار العيادة يخضع نفس الكلام على الأساس النقدي ولا يؤثر عليها المحسوب شهرياً يعني بقى الإيجار العيادة أو المكافئة المساعدين هو جايبها لي شهرياً ما ليش دعوة بيها أنا باخد الأساس النقدي بتاعي اشتراك نادر ياضي يستبعد لأنه مصروف شخصي أنا دلوقتي يعني عندي نادر ياضي تمام والنادر ياضي ده أنا مشترك فيه بيتفعله اشتراك شهري أو سنوي ما لناش دعوة إحنا حاجة ما تخصناش إحنا اللي يخصنا نشاط المكتب وإرادات كده هنكون خلصنا التمرين الأول وشرحنا مهنة المحاسب أو المهن الحرة للمحاسب وهنبدأ في مهنة أخرى بتمرين تاني على الموضوع بتاعنا اللي هو المهن غير التجارية أو المهن الحرة تعالوا مع بعض على التمرين نشوف التمرين بيقول إيه والمهنة اللي موجودة معنا بيقول للدكتور أحمد لديه عيادة خاصة قدم البيانات الخاصة بإراداته ومصرفاته عن عام 2020 هو دلوقتي دكتور يبقى المهنة التانية بتاعتنا دكتور والأولى كانت مهنة محاسب تعالوا نشوف مع بعض التمرين بيقول إيه في مهنة الدكتور طيب الدكتور أحمد لديه عيادة يبقى إحنا دلوقتي بنعرف من التمرين هل التمرين بتاعنا ده خاص محاسب أم دكتور أم مهندس الدكتور أحمد لديه عيادة خاصة قدم البيانات الخاصة بإراداته ومصرفاته عن عام 2020 وكانت كالتالي برضو نفس التمرين ونفس الفكرة بتاع المحاسب بس بتختلف المسميات إرادات ونفقات نقرأ الإرادات أتعاب كشف بالعيادة أتعاب عملية جراحية بالخارج أتعاب كشف بالمنزل أو بالمنازل أتعاب عملية جراحية داخل البلاد نظير أحاديث سلفزيونية أرباح بيع أجهزة ومعدات مستعملة مكافأة عن أبحاث عم علمية في مؤتمرات طبية وإراد عقار ركزوا اللي فات كان محاسب إرادات بقى دكتور كل ما يتعلق بنشاط العيادة يعني كل الفلوس لدخلة للدكتور نتيجة عملوا بالعيادة دي هنبدأ نقول عليها الإرادات وكل النفقات اللي بيصرفها وإحنا زي ما تعودنا بنترح إرادات من نفقات النفقات عبارة عن إيجار العيادة الإيجار الشهري وقلنا يهمل الشهري شوفوا جايبين قوسين يهمل الشهري المحصل هو الستة لاف دا اللي يخصنا المحصل نقدا كتب ومجلات علمية مصرفات عمومية وإدارية اشتراك نقاط للأطباء مرتبات المساعدين وجايب لي برضو المرتب الشهري 500 تهمل استهلاك أدوات طبية ضريبة جمهورية على أمتاع خاصة استهلاك ومصاريف السيارة تبرعات منها 2000 جنيه للحزب الوطني والباقي لجمعية خيرية معترف بها تعالوا نشوف بقى دلوقتي بقيت التمرين قال لي فإذا علمت أن ضمن أتعاب العملية الجراحية التي أجراها بالداخل 2000 جنيه عملية جراحية سيجريها العام القادم يعني هو لسه هيعملها السنة الجاية دي ما تخصناش ما يخصنا هو المحصل نقدي من إرادات الدكتور أو العيادة الممول مؤمن على حياته المصلحة زوجته ووالدته بواقع قصة شهر 400 جنيه ودي تركزوا معايا فيها قوي بالنسبة للجزء الخاص بعمليات المؤمن أو الممول مؤمن على حياته المصلحة زوجته ووالدته ركزوا معايا وهاتوا الألم والورقة واكتبوا ورايا كده لازم الممول لما يأمن على حياته المصلحة زوجته يكون لمصلحة اتنين زوجته وأولاده القصر فقط ركزوا معايا زوجته وأولاده القصر فقط يعني لو راجل ده مأمن على والدته تاني لما يجي في التمرين يقول لي الممول مؤمن على حياته الصالح زوجته ووالدته احنا يهمنا لازم يقول زوجته وأولاده القصر أولاده صغيرين أو أولاده فقط برضو نفس المعنى إنما لو قال لي الممول مؤمن على زوجته ووالدته أقسم الرقم اللي جايبه لي على اتنين يعني لو ربع مية هالله هستعمله متين لو التمرين قال لي الممول مؤمن على حياته لمصلحة زوجته وابنته المتزوجة خلاص اتجوزت ما لناش علاقة بيها هأقسم الرقم على اتنين لو قال لي الممول مؤمن على حياته الصالح زوجته وابنه البالغ يعني 21-22 سنة خلاص بالغ من العمر كده هو هيشوف يعني هيشوف مستقبله الابن البالغ من العمر هيكون مثلا متجوز هيكون مثلا عنده شغل هيكون اتخرج من كمل دراسه ما لناش علاقة بيه يقسم على اتنين كذلك اخوه الممول مؤمن على زوجته واخوه ما فيش طبعا يهمنا جدا وتركزه على كلمة زوجته واولاده القصر عشان بيتلغبطه رقم الربعمية ممكن يلغبط لنا الارقام تعالوا بقى كده معنا نشوف المطلوب معنا ايه المطلوب في التمرين تحديد وعاء الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين الممول وحساب الضريبة المستحقة على الممول علما بقى ان الممول يمسك دفاتر منتظمة نشوف كده مع بعض الحل طريقة الحل الجدول زي ما تعودنا المرة اللي فاتت احنا بنقول اولا الاراضات والاراضات موجودة معنا اراضات مهن حرة واراضات تصرف في اي اصول معينة طبعا هلأتنا هنركز مع بعض وقلنا التمرين اي اتعاب بيتحطي لها رقم زي اتعاب كشف بالعياد هو راجل ده او الدكتور ده مش فاتح العيادة عشان يكشف على الناس طبعا من اسباب او من ضمن الاراضي الاساسي للعيادة اتعاب كشف هو بيكشف على الناس طبعا عنده اتعاب اربعة وعشرين الف اتعاب عملية جراحية بالخارج احنا اتعاب عملية جراحية بالداخل او بالخارج بنحط لها رقم بتاع تخضع على الضريبة ليس لنا علاقة اذا كان بداخل مصر او خارج مصر يعني لو الدكتور ده عمل عملية بلد تانية وخد اراض يخضع لاراضات او نشاط العيادة اتعاب كشف في المنزل وكلنا بنشوف ناس بتبدأ تجيب دكترة او بتجيب الدكترة من العيادة بتاعتها يكون حد تعبان في المنزل فيبدأ اكشف عليه ده خاضع لاراضات العيادة ويخضع لاراضات النشاط بتاعنا 13000 اتعاب عملية جراحية داخل البلاد برضو بيتحطي لها رقم بصوا بقى الحاجات دي نظير احاديث تلفزيونية غير مرتبطة بنشاط العيادة وحطي لها شرط حالة واحدة اللي بحط كلمة نركزه معايا نظير احاديث تلفزيونية بحط رقمها امتى في حالة واحدة بس لو قال لي متكررة يعني انا دلوقتي في احاديث تلفزيونية بجريها في بعض القنوات وانا بجري الاحاديث التلفزيوني ده بعمله باستمرار كل اسبوع كل شهر كل يومين ثلاثة طالما الاحاديث دي متكررة هحط رقم بتاعها قال لي نظير ايه في التمرين احط لها شرط مكافئات عن ابحاث عملية في احد المؤتمرات هو خد مكافئة عن بحث عمله في مؤتمر طبي ايه علاقة العيادة بالبحث ده مالوش علاقة خالص ارادة عقار عنده عمارة او عنده شقة مأجرها فبيجي له منها ارادة اخر الشهر هل علاقة ارادة العقار ده بالعيادة يرتبطه مالوش اي علاقة طبعا فما جيش ايه احط له الرقم اخد شرطة قدام ارادة التصرف في اي اصول معينة او مهنية ارباح بيع اجهزة ومعدات مستعملة قلنا اي اجهزة وعدات مستعملة بنحط لها ايه الرقم بتاعها طبعا طالع بكم الرقم بتاعنا الاول هنجمع ارادات المهنة الحرة طالع بمية وسبعة الف ثم بعد كده ارباح بيع اجهزة ومعدات طالع معايا موجودة بخمسين الف فبجمع المية وسبعة الف زائد الخمسين يبقى اجمال الاراد مية سبعة وخمسين الف تعالوا بقى نكمل التمرين قلنا التمرين يعني يريد تعمله في صفحة واحدة تمام التمرين ده كله بتعمل في صفحة واحدة وطبعا لو الصفحة يعني ما قضتش معاك في الحال تحل في صفحة تانية مفيش مشكلة بس احنا بنقول دلوقتي ايه يفضل ان انت تحل التمرين في صفحة واحدة طيب تعالوا على المصرفات وركزوا المصرفات دي بيبقى فيها افكار كتير قوي اول فكرة ايجار العيادة وقال للايجار الشهر الربعمية يهمل الايجار الشهر ماناش علاقة بيه احنا بناخد ايجار العيادة اللي جاي في التمرين بستة الاف جنيه ثم كتب ومجالات علمية حد يقول لي طب هو كتب ومجالات علمية انا سامع الطالب يقول لي كتب ومجالات علمية اعلاقتها بعيادة الدكتور بنلاحظ في اوقات كتير يمكن على طول وباستمرار لما انا بدخل اعادة الدكتور بلاقي عنده مكتبة المكتبة دي بيبقى فيها كتب كتير الكتب اللي موجودة معايا في المكتبة زي ما انت عارف كتب علمية كتب طبية عادة فطبعا هو بيشتري كل فترة كتب جديدة فدي تعتبر من ضمن نفقات او مصرفات العيادة فتركزوا لو قال لك كتب ومجالات علمية خاصة بالطب بنشاطه بحط لها الرقم بتاعه نكمل بقى التمرينة طبعا بعد كلمة كتب ومجالات علمية قابلني حاجة تانية اسمها مصرفات عمومية وإدارية حطنا لها رقم بتاعها زي ما هي وكتب ملجمات علمية 500 ومصرفات عمومية وإدارية ب14 طبعا بالنشاط من نفقات المنشأة او العيادة اشتراك نقابة الأطباء حطنا اشتراك نقابة الأطباء ده دكتور ومن حق ويدفع اشتراك نقابة الأطباء 900 مرتبات المساعدين أنا كاتب هنا المرتب الشاري 500 يهمل لأن أنا ضربت 500 في 12 هتدينا 6000 بس أنا كاتبها 4 ليه؟ لأن أنا لي باللي أنا حصلته نائدا استهلاك أدوات طبية طلعب كان ب3000 أما ضريبة جمركية على أمتاع خاصة غير مرتبطة بنشاط العياد هو أنا ينفع أروح الجمرك أو جاي من سفر ودفعت ضريبة على أمتاع خاصة غير مرتبطة بنشاط العياد ملاش علاقة فباجي قدام أحطها شرطة وبفكركم تاني وإنت بتحل ممكن ما تكتبهاش خالص استهلاك أو مصاريف السيارة ركزوا الرقم اللي بيجيلي في التمرين بضربه في 2 على 3 يخصم سلسي أو يضاف سلسي المبلغ ويخصم السلس الآخر يعني استهلاك ومصاريف السيارة أنا دلوقتي دكتور عندي عربية بروح بها العيادة بروح بها الشغل بتنقل فأنا دلوقتي لو أنا لها علاقة بنشاط العيادة بتاعتي هو المشرع قالك أنت تخصم التلتين والتلتة عليك لأن أنت تستعمل السيارة في استعمالات أخرى غير نشاط العيادة يعني أنا ممكن أروح بها مشوار أخرج في مكان أروح أي مكان تاني بالعربية ما ضيفش بقى البنزين والصيانة والاستهلاك بتاعها على العياد هو إحنا بنحسب التلتين يبقى تاني استهلاك ومصاريف السيارة التلتين تبرعات للحزب الوطني تبرعات للحزب الوطني حطينا جاية حكومية حطينا لإيه الألفين جنيه بتاعهم المجموع بتاعي تمانية وخمسين ألف وتسعمية ثم صافي الإراد قبل خصم الضريبة تمانية وتسعين ألف ومية ثم تبرعات لجمعية خيرية مصرية مشهارة زي ما عملناها هناخد رقم ده تمانية وتسعين ألف ومية ونضربه في عشرة على مية طلع تسعة تلاف تمنمية وعشرة وهو جايب لي في التمرين التبرعات وهقولكوا التبرعات اتنين ازاي وهيحسبها التبرعات تلت تلاف جنيه موجودة هقولكوا رقم دلوقتي واللي محسوب تلع تسعة تلاف تمنمية وعشرة فطبعا هناخد التلت تلاف هيبقى الباقي خمسة وتسعين ألف ومية ثم أقصاد تأمين على الحياة الراجل مأمن على حياته المصلحة زوجته ووالدته بواقع ربعمل جنيه خدت النص اللي هو المتين تمام وضربتهم في 12 شهر تلعب ألفين وربعمل طب احنا قلنا أقصاد التأمين على الحياة ما يزيدش عن كام ما يزيدش عن تلت تلاف طبعا هناخد اللي قال اللي هو كان معايا ألفين وربعمية وبعد كده هطرح المبلغ اللي موجود خمسة وتسعين ألف ومية ناقص ألفين وربعمية إداني التين وتسعين ألف وسبعمية وفيه إعفاء الحد الأدنى للمعيشة رقم سابت ثمان تلاف هيدينا أربعة وتمانين ألف وسبعمية وده كده يكون الجدوى الخلص ونبدأ بعد كده في حساب الايه الشريحة أو الضريبة المستحق قلنا رقم اللي طلع عندي تمانية وأربعة وتمانين ألف وسبعمية أخر رقم في الجدوى هناخد منهم اتنين وعشرين ألف نضربه في عشر على مية برقم سابت ألفين ومئتين ثم الخمستاشر ألف التالية بخمستاشر على مية الأرقام دي سابتة واحد واثنين دول يا جماعة عزاء الطلبة واحد واثنين لازم تركزه سابتين شريحتين سابتين أما شريحة تالتة طبعا إذا كان المبلغ ما يكفيش إحنا قلنا بناخد المبلغ أربعة وتمانين ألف فأكثر من مجموع لتنين دول بناخد لاثنين وعشرين ألف ننربة في عشر على مية وناخد خمستاشر ألف ننربة في خمستاشر على مية يدينا اريك بدنيا دريبة بتاعتنا كام ألف أو تلتاشر ألف تسعمية وتسعين ملاحظات على الحل هنشوفها كده أتعاب عمليات جراحية بالخارج تغضع للضريبة لأنها خارج مصر وفقا لتعدادات القانون لسه القانون متعدل من كم سنة قالوا إيه إن أي حاجة خارج مصر فبتغضع للإيه للضريبة نظير أحاديث تليفزيونية لا تغضع للضريبة لها غير متكررة زي ما قلت من شوية مش متكررة مكافأتها أنا أبحث علمية في أحد مؤتمرات طبية لا تغضع تشجيعا من البحث وتغطية التكاليف إرادة العقار لا يغضع للضريبة لأنها غير مرتبطة بالنشاط العيادة العيادة إجار العيادة يغضع أن الأساس النقدي ومرتبات المساعدين برضو بناخد الأساس النقدي والضريبة الجمركية على أمتاعها خاصة ترتبط بالممول ولا تغضع لإيه العيادة لذلك طيب قبل ما هبدأ كده أعزائي الطلبة خدنا في ضريبة المرتبات أول حلقة وبعد كده حلقة تانية أخذنا ضريبة النشاط التجاري والصناعي والحلقة دي احنا بنتكلم على ضريبة المهن الحرة أو المهن الغير التجارية خدنا مهنة المحاسب ثم الطبيب أو الدكتور هناخد دلوقتي آخر مهنة معنا سؤال اللي هو الخاص بالمهندس طيب المهندس لما يكون عنده مكتب هندسة إزاي نحسب الضريبة بتاعته أول حاجة نرجع تاني لتمرينة تمرين رقم ثلاثة بيقول ليه المهندس مراد رجدي يملك مكتبا هندسيا مراد رجدي ده بيملك مكتب هندسي وقد بلغت إراداته ومصرفاته كمالي برضو نفس الكلام الإرادات أتعب تصميم صالة رياضية بالسودان أرباح بيع أدوات هندسية أتعب تصميمات هندسية أتعب السشرات هندسية جائزة تقدرية نظير أبحاث بأحد المؤتمرات أتعب تصميم بالمشاركة مع أحد المهندسين بالتساوي برضو بنحاول ننوع في الأفكار شوية النفقات إيجار مكتب تبرعات الجمعية الخيرية معترف بها استهلاك سيارة مصرفات عمومية وإدارية مرتبات موظف المكتب اشتراك نقابة المهندسين اشتراك نادر يدي جاية الوحدة هي استهلاك أدوات هندسية مرتب ابنته وإيجار مكتب بالسودان بعد كده فإذا علمت أن الممول مؤمن على حياته لمصلحة زوجته وابنته غير المتزوجة بواقع قسط شهري 200 جنيه خلي بالكم بلغباتنا شوي ابنته غير متزوجة خلاص يبقى منتبع أو تخص أبناؤه القصر طالما بنته مش متزوجة هحسب الرقم عاج طيب لو أنا شلت كلمة غير دي لمصلحة زوجته وابنته المتزوجة بأسم الرقم على 2 شوف هو بلغباتني إزاي؟ انت قلت لنا من شوية لو هو قال لابنته المتزوجة فأنا ممكن ما أخدش بالك كلمة غير متزوجة فأروح أسم رقم على 2 لا أركز على كلمة غير متزوجة ابنت الممول تعمل بالمكتب الهندسي حضرتك هديك في المكتب الهندسي لو بنتك شغالة من حقك تديها مرتب لكن طالما بنتك لا تعمل مش من حقك تديها إيه مرتب طيب بالنسبة للنقطة بتاعة ابنته لا تعمل بالمكتب دي فيها برضو جزء عايزة أشرحه شوية اللي هو لو ابنته تعمل بالمكتب يعترف بمرتب ابنته أما لا تعمل بالمكتب ليس لنا علاقة ما تخصنيش هي ما بتشتغلش في المكتب أديها مرتب ليه يبقى دي مش من نفقات فيه جزء تاني يقول لي ابنته تعمل بالمكتب نظير مرتب ولنفطارد عشرين أو مثلاً عشرة ألاف عشرة ألاف جنيه ومرتب المثل يبلغ ستة ألاف يعني بنت شغالة موظفة نفس الموظفة بتاخد ستة ألاف وبنته بديها عشرة ألاف يعتبر المرتب المحسوب على مرتب المثلة يعني مرتب المثل يعني الموظفة اللي بتاخد نفس المبلغ اللي هو كام ألف ستة ألاف يبقى ما كتبش العشرة أكتب إيه؟ أكتب الستة يبقى عشان ما انتهش لو مرتب ابنته لا تعمل مش هحط لها رقم ابنته تعمل وسكت هحط لها الرقم كله ابنته تعمل وتحصل على مرتب والنفطارد عشرة ألاف وفي نفس الوقت قال لي مرتب المثل ستة باخد الستة أحط إيه؟ مرتب ابنته لازم يساوي مرتب إيه؟ المثل تعالوا بقى نرجع تاني على التمرين ويه المطلوب التاني معنا ايه هو المطلوب تحديد وعاق الضريبة على داخل أشخاص الطبيعيين الممول مراد وحساب الضريبة المستحقة على الممول علما بأنه يمسك دفاتر منتظمة طيب يلا نشوف مع بعض الحل أو الطريقة بتاعتنا أولا الإرادات برضو بنقسمها لإرادات مهن حرة وإرادات التصرف أتعاب تصميمات صالة رياضية بالسودان مش ده أتعاب إحنا اتفاقنا أن كلمة أتعاب دي تعرفني أن النشاط ده تابع نشاط الإيه؟ المكتب أو تابع نشاط العيادة طالما أتعاب أنا بشتغل عشان أخذ أتعاب زي ما تقولك أنا أخذ أتعابي فالأتعاب بتاعتي تصميم صالة رياضية بالسودان يعتبر من ضمن الأنشطة أو الإرادة الخاضعة أحط 90 ألف أتعاب تصميمات هندسية طبعا تبع مكتب المحاسبة أتعاب استشارات هندسية طبع مكتب المحاسبة جائزة تقديرية نظير أبحاث بأحد المؤتمرات لا ترتبط بالنشاط خدت جائزة في مؤتمر إيه علاقتي بالمكتب بتاع الهندس ملوش علاقة خالص تمام؟ أتعاب تصميم بالمشاركة مع أحد المهندسين النصف هو جايبهولي 80 ألف طب أنا هحسبك أنت كمهندس اسمك مراد مراد رجدي المحاسب اللي هو جايبهولي الاسم بتاعه طيب هو أستاذ مراد ده عندي المفروض هياخد 80 ألف وهو وشارك لي أنا عايز أستاذ مراد بس اللي يخصني فبأسم الرقم على اتنين يدين النص بتاعي اللي هو كاب 40 ألف جنيه هجمع 90 و 110 و 40 و 40 اداني 280 ثم أرباح عدوات أنت سيحنا اتفقنا بتتحطي برقامها ب 15 ألف طبعا هيبقى المجموع 295 ألف ونكمل بقية التمرين اللي هو إجمال المصرفات إيجار المكتب واستهلاك السيارة إيجار السيارة طبعا أسف إيجار المكتب إيجار السيارة طالع 2000 وإيجار المكتب الاثنين هم يعني إيجار المكتب موجودة ب2000 والـ 15 ألف في 2 على 3 تدينا 10 ألف مصرفات عمومية وإدارية بـ 22 ألف مرتبات موظف المكتب من ضمن المصاريف اشتراك نقابة المهندسين من ضمن المصاريف لألف جنيه طبعا اشتراك نادي رياضي غير مرتبط بنشاط المنشأة مش مرتبط بنشاطها استراك أدواتنا هندسية تابعة نشاط المكتب مرتب ابنة ولا تعمل بالمكتب مش هحط لها رقم إيجار مكتب بالسودان يتحط له رقم احنا قلنا داخل مصر أو خارج مصر مفيش مشكلة وبرضو خدنا كلمة تبرعات تبرعات لجمعية خيرية مصرية مشهرة في حدود 10% قلنا هناخد أخي رقم ده اللي هو ماتين سبعة وتلاتين ألف نضرابه في رقم سابت أو نسبة سابتة عشرة في المية فهيدينا تلاتة وعشرين ألف وسبعمائة وهو دافع سبعة تلاف فهو دافع كام سبعة تلاف طبعا الأقل عندنا كام يا جماعة السبعة تلاف ثم أقصات التأمين على الحياة بيدفع متين جنيه قلنا ابنته غير متزوجة متين في اتناشر بألفين وربعمائة وهو الحد الأقصى للتأمين على الحياة تلات تلاف فهيدينا رقم هناخد لأقل ألفين وربعمائة بعد الألفين وربعمائة هنطرح المتين وتلاتين ألف ناقص ألفين وربعمائة هيديني متين سبعة متين سبعة وعشرين ألف وستمائة واطرح منه إعفاء الحد الأدنى وعائد ضريبة هيبقى متين وتسعة وستمائة ركزوا في الرقم ده عشان المطلوب التاني اللي هو حساب الضريبة الشهرية وإنه زي ما اتفقنا المرة دي بقى الشريحة إيه؟ بقت على أربع شرائح واحد هناخد من المتين وعشرين وستمائة ناخد منها اتنين وعشر ألف نضربها في عشر على مية ثم خمساشر ألف في خمساشر على مية ثم مية خمسة وخمسين ألف في عشر في عشر في عشر في المية ثم الرقم اللي تلع ده نطرح مجموعة تلاتة اللي هو اتنين وعشر ألف وبعد كده خمساشر ألف وبعد كده 155 ألف يدينا مجموع 192 هيطلع رقم نضربه في 22.5 على 100 وبعد كده نحسب الضريبة لإيه المستحق ملاحظات على الحل أتعاب التصميم بالمشاركة مع أحد المهندسين قلنا 80 ألف على 2 يدينا 40 ألف ثم أتعاب تصميم صالة ردية بالسودان تقضع للضريبة خارج أو داخل مصر جائزة تقدرية نظير أبحاث تلفزيونية وبعد كده مرتق بالنوات ولا تقضع والتبرعات لجامعات خارية معترب بها في حدود 10% قلنا من الصافي ويعتبن سلسية مصاريف واستهلاك السيارة واشتراك نادي رياضي طبعا أنا عايز بس جزء بسيط معكم كده على أسئلة متورة في محاسبة الضرائب لما يجي يقول لي سؤال يقول لي إيه السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواص قال لي الضريبة هي فريدة نقدية ولا عينية تحصل عليها الدولة طبعا هي فريدة إيه زي ما قلت نقدية اتنين تحصل عليها الدولة إيه من الأفراد والمنشآت اتنين قال لي تتميز الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين أنها ضريبة مباشرة ولا غير مباشرة طبعا وتفرض خلال سنة ولا نصف سنة طبعا الضريبة تكون مباشرة وتفرض خلال سنة الحالة الثانية معنا اللي هي رقم ثلاثة يخضع للضريبة من تكاليف تشغيل السيارات والتلفزيون والتلفون آسف المحمول والتي تعتبر من المزايا العينية بنسبة أربعين ولا تلاتين ولا عشرين طبعا عشرين في المائة رقم أربعة يعفى من الممول المقيم سنويا مبلغ تمن تلاف جنيه ولا ستتلاف ونص ولا عشر خمسمية طبعا كام ألف تمن تلاف جنيه بعد كده الضريبة آخر حاجة مع بعض يعفى من الضريبة بقوانين خاصة كل من العلاوة الآتية عدل علاوة قلنا العلاوة الاجتماعية ولا العلاوة الخاصة ولا العلاوة الايه الدورية وبكده أعزائي طلبة الطالبات الدبلوم التجاري شعبة إدارة هنكون خلصنا أعزائي طلب الطلبات لتبلغم التجارة هنكون خلصنا ناشا وبكده طلب الطلبات لتبلغم التجارة شعبة إدارة كده نكون خلصنا الجزء الخاص بعملية ضريبة المهن الحرة ونلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة ومحاسبة الضرائب كان معكم ساذ محسن الشريف السلام عليكم